بسم الله الرحمن الرحيم فلو قال لنا قائل لماذا ندرس التوحيد ولم نقوم لك دقائل لماذا ندرس التوحيد لنأكل قائل لنا قائل لماذا ندرس التوحيد السلام ندرس التوحيد اخشفت لنا وغفت لنا وواقظ من يعلم لنا تحصل إلى تماما وَلَا يُدْخُرَ الْجَنَّ إِلَى مُوَحِدٌ إِبَّنْ دَعْوَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَرُسُلَةُ السَّلَمُ وَأَتْبَعْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِبَنْ أَمُنَيْنِي إِنْ دَعْوَا سِنْكَةً أشرف العلوم لأنه نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى أشرف العلوم لأنه نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى فإذا أعرف التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معنى أنه موحد وإذا أعرف التوحيد ولم يأتي بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معنى أنه عندما قال أنه موحد وكاذب في هذا الكلمة فإذا أعرف التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أعرف التوحيد في هذا الكلمة فإذا أعرف التوحيد على ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نقول له ما هذا الشرك الذي تتبرأ منه والذي حرم الله عليك أعظم من كل محرم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وإذا كان لا يعرف الشرك ولا يدري عنه شيئا نقول لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه فإذا أعرف التوحيد سبحانه وتعالى كانت لا يدري عنه سبحانه وتعالى فما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسفات التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله التوحيد هو الإفراد السبات والأسفات إفراد الله سبحانه وتعالى إفراد الله سبحانه وتعالى والثاني هو توحيد الولوهي وهو إفراد الله سبحانه وتعالى هو إفراد الله سبحانه وتعالى والصلاة والصيام والحج والزكاة والحج والكلاة هو إفراد الله سبحانه وتعالى في حالة الله سبحانه وتعالى استخدمي اكثر من الاهدة في تعليم الاجتماعى فعلى اللي يجعل كثيرا عبادة تبقى المساعدة انه سوائن لله سبحانه وتعالى فعلى اللي يجعل أحد بأن الاحبة فعلى اللي يجعل لأسفل أما توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه في كتابه أو على رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ننزح الله سبحانه وتعالى عن مباثلت أحد من خلقه فأي كتب التوحيد ندرس؟ لن نفتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم لابد نرجع إلى العلماء الربانين في طلب العلم نسح العلماء رحمه الله تعالى أقول الله بأن يبدأوا بالتوحيد ويبدأ الطالب بمثل ثلاثة أصول للإمام المجدد محمد بن عبداللهاب رحمه الله تعالى سواء إن مرهد منامونة بأن سياء من عجل التوحيد مقتدنا سيارة إنه أمو إن كتاب سلاثة أصول كتابه محمد بن عبدالوحاب رحمه الله نعم أو هناك رسالة مختصرة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى تسمى الدروس المهمة لعامة الأمة أتوى كان أمو إن كتاب سن مبتس سعوده شيخ أبداللهي بن باز أمو إن الدروس المهمة لعامة الأمة نعم وبعد هذا يتدرج الطالب إلى كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبداللهاب رحمه الله تعالى أمو إن كتاب أصول الثلاثة يتكلم عن أسئلة القبر فالأصول الثلاثة هي أسئلة القبر إن كتاب أصول الثلاثة يتكلم عن أسئلة القبر لابد أن تسأل في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام فالأصول الثلاثة يتكلم عن أسئلة القبر فالأصول الثلاثة يتكلم عن أسئلة القبر فالأصول الثلاثة في الدنيا ونصبر أولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة ونصبر أولا على العمل ثم على الدعوة فإذا قيل لك من ربك تقول ربي الله الذي رباني وربا جميع العالمين بنعمه أي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر المنفرد بأنواع بتوحيد الربوبية فلابد أن يفرد بتوحيد الألوهية فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لا بد أن يكون هو المنفرد بالعبادة فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر كافر لكن لابد أن ننبه على مسألة مهمة فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبادة لغير الله وهي أننا لا يمكن لنا النحكم على الأشخاص الحكم على الأشخاص لابد فيه من الرجوع إلى العلماء أو إلى المحاكم الشعيين ربما لا يمكن لنا فيه بنفرد بالعبادة لغير الله ويقع ليشير مهمة على الأشخاص لغير الله ويوجد له هذة بنفرد على الأشخاص build بالعبادة لغير الله ونحن نتعلم على الأشخاص على الأشخاص و إلاأعرف إلى الأشخاص لغير الله كثيرا من الرجوع إلى الألوهية أو المحاكم الشعيين ديهذهب على مدين ويجانب بالنسبة الوصف ثم بعد ذلك مmoment ديني طلول لابد أن أعرف النغم الصفاء والدعاء في رقم الضل الأس importante سم يفعل النغم الصفاء والدعاء والدعاء القسم إلى قسمين عندما دعاء القسم إلى قسمين دعاء العبادة صرف لغير الله شركة كبار كمان صلى وصلا وحجة لغير الله القسم الثاني من أقسم الدعاء ، دعاء المسألة فإن دعاء القسم إلى قسمين فما لا يقدر علىه إلا الله صرف لغير الله شركة كبار فإن دعاء القسم إلى قسم الله في القسم إلى قسم إلى قسم إلا قسمين مثل طلب الوالد والرزق وإنزال الغيث هذا لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى فصرف لغير الله شركة كبار بيعلم نسي مما يؤكاو اموين بانكو مكاانا اتواه نموغين اولان اتواه نورونا اموين دي كاقوسان سيئبون سينا الله سبحانه وتعالى ان يطو دي كتا منجري هاتين يا مما يؤمد تو بوات ملينكا تبط سجاة الله سبحانه وتعالى القسم الثاني دعا المسألة فيما يقدر عليه المخلو ان هكروا نوغن ابباي حقانيا اموين مموغين مموغين لغير الله سبحانه وتعالى فهليا صحب شروط 4 ان يكون المدعو حي لا ميد وحاضر لا غائب وقادر لا عاجز وأن نعتقد أنه سبب والذي بيدي جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة يصح طلب الدعاء الدعاء المسألة من المخلوق فيما يقدر عليه بهذه الشروط وإلا كان نوعا من نوع الشرق الأكبر صلى الله عليه وسلم منجري يطولون المسألة بان عموين دائنها مغا سورط وقت نسأبوت يطو بان ساوباما لون نبيان مقصدين دتو دائنها سورط يطول سيما مقصد دتو أداء كالا مقصد كتانيو پسيرق عموين سيرق سلاغو لاغو مقاوة كتانيو رائنها عموين دائرة سين عاما اسلام ومثل الدعاء الستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاء بيألمنا سين من مغا يقودوا اموين استعانة إبن سين مغا سفاة إبن سين من مغا يقودوا إن يؤمن دي منجري دعاء ان ديها الله سبحانه وتعالا أغريق الإنسان في البحر مثلا أون وقتو ملومس انتوا سوفاما لون فينالي إنسان على الشاطئ ما أنظر يا هل أنظر أن هذا اليوم نعم بعدها الزبح الزبح ينقسم إلى ثلاثة أقصى الزبح لله هادي وآضاحي وعقيقة وصدقات وذبح جائز مثل شات اللحم والتجارة وإكرام الضيف رجل يبيع اللحوم فيذبح من أجل بيع هذه اللحوم في هذا الدكام مثلا هذا هو القسم الثاني ذبح جائز القسم الثالث الزبح لغير الله محبة و تعظيمة فهو نوع من أنواع الشرك الأكبر كالذبح للجن والأصحاب القبور الزبح لغير الله محبة الزبح لغير الله محبة سبحانه وتعالى كما يخاف بعض الناس عفان الله إياكم من أصحاب القبور يخاف منهم فسرف هذا الخوف لغير الله شرك أكبر مخرج من المل سبحانه وتعالى كما يتحbreakنا من الملفون خلق الغلى الكزم الثاني من الخوف خوف جهيز مثل الخوف من النوع من اللصص من قطعة الطريق والكزم الغStaat مثلا نعم الغيم في الأممم وكما يكون مج masculinity كما ي تح Unlike mukha وكما يتحmbre وكما ي esperar كما يتحرك قبور خوف جهيز من أصحاب جهيز كما يحمر الثالث من الخوف خوف محرم إنه كتولون بيهان سنة القمبغاء أمونا إن قمبغاء قمبغاء وهو الخوف المؤدد إلى القلود من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصيط الخالق سبحانه وتعالى أمونا إن قمبغاء أمو إن دئنا كوفه مطوط سنة اللهم سبحانه وتعالى إبعن سنة اللهم سبحانه وتعالى نعم ثم بعد هذا أيضا لدينا النذر يقسم إلى قسمة ونذر لغير الله إن إن المهم عندنا أن العبادة لا يمكن أن يصرف منها شيء لغير الله فمن صرف منها شيء لغير الله فهو شرك شرك أكبر يوما الأول لغير الله سبحانه وتعالى مما سوف نؤمن خط 오른كي كمن حيث أن هذا المهم ليس لغير الله فإن شرك أكبر تاريخ لغير الله سوف أكبر تاريخ من الملة وإذا ما تحدث على سماع الاسلامة فهو جد التقلر في النار هنا المهم كانت ذلك هناك في المهم كانت ذلك المهم كانت ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مثل الحلف بغير الله والرياء يسير الرياء وقال ما شاء الله وشيد ثم الأصل الثاني من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة فما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد أن تسلم لله سبحانه وتعالى وتفرد الله سبحانه وتعالى بنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسمان والصفات في الثلاثة والانقياد له بالطاعة لأن المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي والبراع من الشرك أهلي يبراع من الشرك أهلي بقلبه والإساني وجواره بالقلب لابد أن يعتقد أن كل ما على الكفار هو باطل وكفر بالقلب لابد أن يعتقد أن كل ما على الكفار هو باطل وكفر باللساني صرح ويقول هذا باللساني إنني براع من ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبدون وأننا عبدون ما عبدون لدى أن تتبقى أنهم نظروا جدًا وأنهم نظروا جدًا وأنهم نظروا جدًا وأنهم لا يستطيعون بإبادة ومعبدون وأنهم يزاقون بطلاعي والإبادة الانقصر الثالث البراع من الشرك أهلي بالجواره هو العدم مشاركة الكفار في عياد واحتفالات والتقوسم والشركيات والبداع التي لديهم لابدن نفرق بين البراء من الشركو الهلي وبين التعامل مع الكفار المسلم والموحد لابد ان تبرع من الشركو الهلي بالقلب واللسان والجواري المسلم والموحد لابد ان يتعامل مع الكفار في البيع والشراء والإجارة اعطاق المسلم والإجارة والسلام والسلام والموحد لبراء من الشركو الهلي لا أدعوه شيء والبراأ شيء آخر هل معنا البراأ من الشرق والأهل أننا نقوم بناقضى العهود التي بيننا أو بينهم لا يمكن أن يكون هذا لأن هذا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يفعل النبي عليه الصلاة والأمار بالوافاء بالعهود لأن رسول صلى الله عليه وسلم يفعل النبي عليه الصلاة والأمار هذا ما يتعلق بالإسلام إذن الإسلام لابد في من أمور ثلاثة إفراد الله سبحانه وتعالى بن وعد توحيد الثلاثة والإنقياد له بالطاع والبراأ من الشرق والأهل إن إسلام لابد في هذا هو مراتب الدين أو درجات الدين الإسلام هو المرتب الأولى و أعلى من الإسلام الإيمان و أعلى من الإيمان الإحسان و أعلى من الإيمان الإحسان نعم فهذه مرتبة الدين الثلاثة و كل مرتبة لها أركان في أن يتأكس من درجات الدين أو تحقوق الإسلام في أن يتأكس من الإسلام أركان في أن يتأكس من الإيمان الإسلام تشايا في أن يتأكس مرتبة حقا و أي كُلما أُعُبِدَ تلك مراتب الناقضة و المستعقل الإبادة هو الله في أن يتأكس من الله سبحانه وتعالى إيجاد وراء اللهم توانع اللهم سبع تالعب نياء قبل الزوالية من تالعب نية دي مقا نفي الكتابن نية في مقا نية غير ركومة سمع أعطي نية مقا ناتو عمون لين نعتو عن الله سبع نهاية فلا إله إلا الله تقوم على ركنين كفر بالطاقود ثم بعد ذالى إيمان بالله إن لا إله إلا الله دوائن ركنيا عمون إن كفر بالطاقود كفر بالطاقود قبل الإيمان بالله ثم بعد هذا يكون الإيمان بالله وشهادة أن محمد العبد الرسول كذلك لابد تقوم على ركنين أنه عليه الصلاة والسلام عبد الله يُعبد ورسول الله كذب عليه الصلاة والسلام ورسول الله كذب عليه الصلاة والسلام إن تركتنا برسول الله سبحانه وتعالى ورجح أن يجب على ركن الثاني من الأركن الإسلام ويقام السلاة والسلام وإقام السلاة والسلام وإزاله وتختم حلقة إن المتبالي والصلاة المفروضة خمس وغلقه مجدد وعنفك وو من السباحة لتنمقى وهم من سباحة سباحة ومن السباحة وما سباحة وترك سراطة الجماعة كبيرا من كبير الذنوب الثالث من أركان الإسلام إتاء الزكاة لابد من إخراج الزكاة سواء كانت الزكاة زكاة مال أو زكاة بدل وهي زكاة الفطر سواء لكن يتطلبح الإسلام في زكاة في الزكا والإ eager لعرم والإعادة منتى الزكاة والإمان من عند السماوات منفي sellاطة المراتب الدين إن كدوا درجات سن عامة الإسلام عمونا إن أجانب الإيمان نعم ديهلان مقصود إن أهل السنة والجمع إن أجانب الإيمان بانه قول باللساء إن أجانب الإيمان عمونا إن أجانب الإيمان فلابد أن يقول باللساء ويعتقد بقلبي ويعمل بقلبي وبيجواري ويعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة ويقص بالمعصير إذن لابد في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجمع من أمور خمسا إن أجانب الإيمان وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة ونقص بالمعسي فإذا كان يقول بلساني ولا اعتقد بقلبه فهو نصر العافي والسلام منافق نفاق اكبر اعتقده في الدرق الاسفل من النهر وإذا كان يعتقد بقلبه ولا يقول بلساني فهو قادر على الكلام فهو كإبلس وابو جهل وفرعون وإذا كان يستشعب بقلبه أعطب الظباء وبالوحيات وفقود الظباء في الصلاة بالإمان بالله في الصلاة القليل الإيمان لهم نعمل وأنه يترك Elliott أنه يتركوا الله سبحانه وتعالى وأنه يتركوا الإيمان وأنه يؤمن أكثر للملائكا أنه يحب التركيز على الكمال كما يتركوا الله سبحانه وتعالى وأنهم يطعون الله سبحانه و Dang zasان و بما علمن الله سبحانه و تعالى وعلى الله سبحانه و تشاهده و результатهم وآمالهم وآمالهم والأخبار اللجات عنهم وآمالهم وهمهم عنهم وفوضهم سبسكوانجو مجموه ومجموه قصة وقصة وعادها مهام الإيمان بالكتب المنزل من السماء وفوضهم المهام عمالهم وتموه وغفوضهم ومجموه مجموه يموه الله سبب جميع الكتب وأنها تكلم بها حقيقة وأنها منزل على مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يؤمن بجميع الكتاب ومن المعلمين الله سبحانه وتعالى من أسمائها القرآن والتورة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم والصحف موسى عليه الصلاة والسلام نؤمن بما جاء فيها من أخبار نؤمن بما جاء فيها من أخبار وإحكام ما لم تنسخ نؤمن بما جاء فيها من أخبار نؤمن بما جاء فيها من أخبار ثم بعد هذا من أركان الإيمان الإيمان بالأمبياء والرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن بما جاء فيها من أركان الإيمان نؤمن بأنهم عباد ليس لهم شيء من خصائص الرضوبي نؤمن بما جاء فيها من أخبار وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم إن الله سبحانه وتعالى إن سلا فيها من أخبار وإيادهم بالأيات وأنهم أدو الأمان التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبلغيه إبان إن سلا أموين كرسولان إن سلا أبنال تود كما أعطان الإيمان إن سلا 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 أعطان الإيمان وبنبيا سماوى حقاوى وانا أولى البياء السلام وانا أولى الرسل وانا أولى الرسل وانا أولى الناس كل من ادعى النبوة او الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب الله و كافر و كل من يصدق هذا فهو كافر مثله نؤمن بما علمان الله سبحانه وتعالى من أسمائه والصفاتهم والآية التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها والخبار التي جاءت عنهم كما تدخل هم الآن عرض crear الإيمان أغرقون الخامس من الأنم الامم الإيمان في اليوم الأخر ويتضمن الإيمان كل ما يكوم بعد الموت قبل الأنم 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 ما نرسأ لنا أجد التواجد كما تدخل الاهتمان خروج الروح وَقَوْضَيْهم ملايكات وَسَعَوْدًا ملايكات وَسَعُدًا بِرّوح للسماء وَسَعُدًا بِرّوح للسماء وَقَوْضًا أقلق لها باب السماء وَسَعُدًا بِرّوح للجأسر يبقى أن تقرير من اجزاء الأسانة فقط المساعدة التعادة السلسة وتبقى أن تتقرير من هلقاء السلسة تقرير من الخبر و الملوخة ولم يتغير من الثلسة السلسة وتأكيد من بعد الموت وتأكيد من خارج المال والجنة والنار والحساب كل ما أكوم بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر السادس من أركان الإيمان في الموت هو الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر النظم هو أن تعلم أن الله تعالى علم كل شيء المترجم للقناة الثاني الكتابة المترجم للقناة الثالث المشيئة وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فللعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النابذة شاء الله أن يفعل هذا العبد فعل وإلا ما استطاع أن يفعل وإرادة أحمق الأشياء إن الله سبحانه وتعالى إذا كان عما يفعل الله adalah المشيئة إذا كان المشيئة في الله سبحانه وتعالى أما أن لا تفعل الله سبحانه وتعالى الرابع الخلق وهو أن نؤمن أن العبد مخلوق وأعماله تابعة له فيه مخلوق مثله المرتبة الثالثة مرتبة الدين الإحسان والإحسان ركن واحد وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة عبادة مشاهدة هي أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشعر أو عبادة رسول الله coordination فإن لا تستطيع على وصول إلى هذه المرتبةindingcards لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية وهي عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة فإن لم تكن ترانه فإنه يرى هذا ما يتعلق الله تعلم بالأصل الثالث الأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة النبي عليه الصلاة والسلام نعم يشبك كان يزيدًا لعبق النبي عليه الصَّى اللَّهِ وَسَلَمْ كان يزيدًا كبيرة من الناس كان يزيدًا كنصى من الفيل كان يتجزه بميش أربعون قبل النبوة وثلاثة وعشرون نبيا ورسولة هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي أقرأ بسم ربك الذي خلق الخمس الأيات الأولى من سورة العلا نعم أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول يا أيها المدثث ونالتقول للرسول لأقرأ بسم ربك الذي خلقه ونالتقول للرسول لأقرأ بسم ربك ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد وانذر عن الشرك أنه أقرأ بسم ربك الذي خلقه في المدثثين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيخ خيرا هذه القناة المباركة وأن أجعلها في طاعته سبحانه وتعالى وأن أجعلها من برل نشر العقيدة الصحيحة العقيدة السلام والصالح والحمد لله رب العالمين